مبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترقص اجتماع خلية الأزمة المشكلة بتكليف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث اللي حصل مع الحجاج غير النظاميين أو القرار صدر عن خلية الأزمة هو سحب رخص 16 شركة سياحة قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير النظامية لم تقدم أي خدمات في الحقيقة للحجاج وأحالة المسؤولين عن هذه الشركات إلى النيابة العامة موسم الحج السنة دي كان في عمليات استغلال كبيرة العمليات دي راح ضحيتها عدد من الحجاج خلال أداء المناسك توفي على إثرها عدد منهم فيما لا يزال آخرون مفقودين في الأراضي المقدسة بداية الأزمة كانت من شهرين تقريباً عندما أعلنت بعض شركات سياحية عن تأشيرات زيارة للأراضي السعودية واللي من خلالها يقدر الحاصل عليها أداء مناسك الحج عند بداية الموسم وبناء عليه شفنا أعداد كبيرة من المواطنين تسرعوا على تأشيرة الزيارة لكن للأسف لم توفر هذه الشركات أي خدمات للحجاج غير النظاميين في المشاعر ما أدى لوفاة عدد منهم نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وغياب الخدمات اللوجستية الرئيس السيسي أصدر توجهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين خلال أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية وأكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم ليهم خلال الحدث المؤسفة كذلك وجه الرئيس السيسي بضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثمين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن التوجهات دي بتأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمسندة لأسر المتوفين وفي هذا السياق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين بناء على تكليفات الرئيس السيسي وإمبارح كان أول اجتماع لخلية الأزمة وأول قرار لها هو سحب رخص 16 شركة سياحية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية ولم تقدم أي خدمات للحجاج مع إحالة المسؤولين عن هذه الشركات للنيابة العامة اشتركوا في القناة